اهلا وسهلا بكل متابعين القرام متابعين المختصر المفيد في الدورة الخاصة بالسكشن الأناتومي of the brain في جزء السادس من الدورة دي هنتكلم عن الداين سيفلون البديو في الخاص بالفيديو ده تقدروا تحمله من اللينك اللي هسيبه في وصف الفيديو من على قناة المختصر المفيد الموجودة على التليجرام الداين سيفلون هو عبارة عن complex of structures within the brain مجموعة من الهياك الموجودة داخل الدماغ المكونات الرئيسية للداين سيفلون هي كل من السالمس والهايبوسالمس وظيفة الداين سيفلون هو انه relay station يعني محطة تناوب ارسال واستقبال للsensory information للمعلومات الحسية ده غيرا هو interactive site يعني مكان متفاعل ما بين central nervous system والendocrine system وبيكون مرتبط بالlimbic system اول مكونات الداين سيفلون هي السالمس السالمس بيتكون من كتلتين كبار بيضويتين الشكل من الجري مطر وبيكون مرتبط بمعظم اجزاء الدماغ والspinal cord عن طريق مجموعة من الفايبر tracks في الصورة دي تشكل السالمس على الجنبين كتلتين بيضويتين الشكل من الجري مطر متصل بمعظم اجزاء الدماغ عن طريق مجموعة من الفايبر tracks السالمس بيكون موجود على جانبي سيرد فنتريكل وبيكون القدار الخارجي للسيرد fantastic وبيكون مرتبط بيه بوسطة حاجة اسمها massive intermediate يعني الكتلة المتوسطة الجزء ده هو السالمس بيكون محيط من الجانبين بالصيرد فنتريكل وبيكون متصل بالصيرد فنتريكال بوسطة الماسا intermedia وظيفة السلامس هو أنه relay station من وإلى cerebral cortex لكل sensory stimuli يعني محطة إرسال واستقبال عمل زي نظام كده مكتب السكرتاريا الخاصة بالcerebral cortex لكل المعلومات الحسية مع هذا العصاب الشمية يعني الجزء ده هو السلامس ده مكتب السكرتاريا الخاص بالcerebral cortex أي معلومات تدخل للسريbral cortex وتخرج من السريbral cortex بتدخل عن طريق السلامس اللي هو مكتب السكرتاريا ده كورونال فيو بيوضح لنا شكل السلامس هو عبارة عن كتلة بيضوية الشكل موجودة على جانبي third ventricle في الصورة دي منلاحظ أن الجزء ده هو السلامس موجودة على جانبي third ventricle ولو حابين نعمل مراجعة سريعة كده على الجزء الخامس هنلاحظ أن ده anterior horn of the lateral ventricle بيكون موجود جواره الهيد في زا كودية نيوكلس ودي اللي انتو فورم نيوكلس بتنقسم إلى جزء اين الجزء ده هو الجلوباس باليداس وده البيوتامين ودي الكلوسترام وقلنا أن ده السلامس بيكون موجود في منتصفه third ventricle ده أجزي الفيو لصورة CT توضح لنا شكل third ventricle بيكون محيط بي من الخارج السلامس على الجانبين وده الانتيريور هورم والزلاتر الفنتريكل بيكون موجود خلفه كده الهيدف زا كودية نيوكلس وده الانتيفورم نيوكلس وجزء ده هو الانسيولا ودي امع رأي بتكون أوضح شوية الجزء اللي في النصه ده هو third ventricle وده هو السلامس وجزء ده هو الهيدف زا كودية نيوكلس ودي الانتيفورم وجزء ده هو الانسيولا تاني مكون من المكونات دانسيولا هو الهايبو سلامس الهايبو سلامس بيتكون من مجموعة صغيرة من الأنوية المهمة والهايبو سلامس من اسمه بيكون موجود أسفل السلامس خلف الأوبتيك كايازم وبيكون الفلوروفزي سيرد فينتريكل يعني أرضية السيرد فينتريكل تشريحيا الهايبو سلامس بيشمل كل من الأوبتيك كايازم والماملاري بادز والانفان ديبلام ولكن وظيفيا بيكون محيط بموضوعي له بالوزيف candidate وظيفة الهيبوسلمس هو أنه بيدمج ما بين أنشطة الأوتونوميك والإندوكرين والليمبيك سيستيمز علشان يحافظ على التوازن الداخلي ويتحكم في درجة الحرارة والشهية والحالة الجنسية وأنماط النوم بالإضافة إلى أنه بينصق أنشطة الانتيريور والبستيريور لوبس أو في بتويتري جلاند لأنه بيفرز مجموعة من الهرمونات بتحفز أو بتصبت إطلاق الغدة النخمية لهرموناتها البتويتري جلاند أو ما تسمى هيبوفيسيز هي غدة سماء بتكون متصلة بالهيبوسلمس بواسطة الإنفانديبولم والإنفانديبولم عبارة عن ساق استواني الشكل بيكون موجود ما بين الأوبتكازم والماملاري بادس ده ساجة الفيو بيوضح لنا شكل البتويتري جلاند بتنقسم إلى أنتيريور لوب وبستيريور لوب وجزء اللي بيوصل ما بين البتويتري جلاند والهيبوسلمس هو الإنفانديبولم ده السلامس وده الهيبوسلمس وده البتويتري جلاند بتنقسم إلى أنتيريور لوب وبستيريور لوب بيوصل ما بين البتويتري جلاند والهيبوسلمس ساق استواني الشكل اسمه إنفانديبولم تاني ده البتويتري جلاند والجزء ده هو الأوبتكازم والجزء الصغير ده اسمه إنفانديبولم بيوصل ما بين البتويتري جلاند والهيبوسلمس البتويتري جلاند بتكون موجودة داخل جزء عظمي اسمه سلة تيرسكة ده شكل السلة تيرسيكا بيكون موجود داخلها البتوتري جلاند وبيخرج منها الحبل اللي بيوصل ما بينها وما بين الهايبوسالاماس وهو الامفانديبولوم وأحيانا بيطلق على البتوتري جلاند ماستر جلاند يعني زعيمة الغدد الصماء لأنها بتتحكم في معظم وظيف الغدد التانية بسبب إفرازها لست أنواع رئيسية من الهرمونات ولا نشرحهم دلوقتي وده شكل البتوتري جلاند موجودة داخل السلة تيرسيكا الهايبوسالاماس بيرسل إشارات للبتوتري جلاند علشان يحفز أو يصبت إنتاجها للهرمونات والبتوتري جلاند بتنقسم إلى أنتيريور لو بيسمى عدينوهايبوفيسز يعني جزء غدي وبستيريور لو بيسمى نيروهايبوفيسز يعني جزء عصبي ده شكل السلة تيرسيكا بيكون موجود داخلها البتوتري جلاند بيخرج منها خط اسمه انفانديبلوم بيوصل ما بينها وما بين الهايبوسالاماس ده شكل البتوتري جلاند بتنقسم إلى أنتيريور لو بيستيريور لو بيينتج ويفرز ستة هرمونات رأسية وهما الجي اتش اللي هو الجروس هرمون والبرولاكتين هرمون والفوليكالستوميولاتينج هرمون والليتونيزينج هرمون والأدرينيكورتكوتريبك هرمون اللي هو اختصاره ACTH والسيريوديستوميولاتينج هرمون اللي هو TSH والست هرمونات دول بينظموا العديد من الوظائف الغدد التانية واللي بتأثر على النمو وضغط الدم والميتابوليزم والتمبريتشار ريجوليشن اللي هو تنظيم دركة الحرارة والغدد التنسلية والاستجابة للضغط والبستيريول لوب افزا بتوتري جلاند مش بينتج هرمونات ولكنه بيطلق نوعين من الهرمونات بيتم انتاجهم داخل الهايبوسالامس والهرمونات دي هم الانتديروتك هرمون اللي هو اختصاره ADH والمعروف باسم فازو بريزين والهرمون التاني هو الاكسوتسين نيجي بعد كده للإيبيسالامس الإيبيسالامس هو الجزء الخلفي من الداين سيفالو وبتكون من البستيريول كوميشار والباينيال جلاند اللي هي الغدى السنبرية الباينيال جلاند هي غدى صماء بتفرز هرمون الميلاتونين ومشتاق السيريتونين والهرمونات دي بتنظم الساعة البيولوجية الخاصة بجسم الإنسان ده شكل البستيريول كوميشار بيكون موجود خلفه الباينيال جلاند بتكون موجودة أسفل الاسبلينيوم أو زكوربس كيلوزا الجزء ده والباينيال جلاند بيكون موجود قدامه البستيريول كوميشار وده السالامس وبيكون موجود في المنتصف السيرد فنتريكل الميلاتونين برضه بيساعد في تنظيم بعض الهرمونات التانية زي الـ LH والـ FSH ومكان الباينيال جلاند بتكون موجودة على ساقف الميت برين خلف السيرد فنتريكل موجودة أسفل الاسبلينيوم أو زكوربس كيلوزا وأحياناً بيحصل لها كالسيفيكيشن وده بتظهر بوضوح جداً في صور الـ CT ده الاسبلينيوم أو زكوربس كيلوزا بيكون موجود تحته الباينيال جلاند وده الميت برين وجزء ده هو الباينيال جلاند موجودة أسفل الاسبلينيوم أو زكوربس كيلوزا وجزء ده هو الميت برين وده الباينيال جلاند والشكل البيضاوي ده هو السلامس دي صورة CT بتوضح لنا شكل الباينيال جلاند لما بيحصل لها كالسيفيكيشن وجزء ده هو السيرد فنتريكل وبيكون محاط من الخارج بوسطة السلامس وبكده نبقى خلصنا جزء السادس من الدورة الخاصة بالسكشن الأناتومي أوف زابريا البيدي اف الخاص بالفيديو ده هسيب لكم لينك تحمله في وصف الفيديو تقدروا تحمله من على قناة المختصر المفيد الموجودة على التليجرام ترجمة نانسي قنقر